دايما بنربط ختم رمضان واستقبال العيد برسالة جميلة اسمها الفرحة نحن دايما نحن داك العيد فرحة العيد فرحة ودايما ختم الحاجة بيبقى فيها فرحة عارف انت هيقولك ايه النتيجة هتظهر الثواب الجزاء ايه اللي هستفاده ايه اللي هاخده هقول آية وحديث آية جميلة ربنا بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اعتقد الناس اللي عاشت في شهر رمضان وصامت وقامت وتعبدت لله وتعاشت مع الطاعة والعبادات الجميلة بتفرح وبتحس بالرحمة والفضل والرحمة والفرح من عند ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ففضل ربنا ورحمته علينا بيوصلنا للفرحة الجميلة اللي سيدنا النبي برضو قالها في الحديث الجميل للصائم عند فطره او للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه وده اللي بيقوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه حتى من باب التوسيع في الرحمة والفرحة الفطر فطرين فطر كل يوم في رمضان في التلاتين يوم اللي صمناهم وفطر اللي هو عيد الفطر انت بتفطر مع المغرب مع زان المغرب فبتفرح ان انت انا اعتقادي على الفطر اليومي في رمضان لا وكمان مربوطة بعيد الفطر وفرحت عند لقاء ربك اللي احنا دايما نقول النتيجة والجزاء والثواب اللي هاخده انا يا صمت شهر رمضان فعارف انت تقول لك خلاص يوم الجائزة في بعض العلماء كده يسموا عيد الفطر يوم الجائزة هنيئا لمن صام وهنيئا لمن قام وهنيئا لمن قرأ القرآن وهنيئا لمن تصدق وهنيئا لمن تعايش وهنيئا لمن تغير لكن مع حضرتك في اول حلقة في شهر رمضان انا فاكر كويس قوي ان احنا تكلمنا عن فكرة التغيير ان انت تطلع من رمضان متغير فاحنا النهاردة داخلينا هوة على ايام جميلة كلها فرحة ايام عيد الفطر وبنختم وبنودع شهر رمضان وبنقول اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واكتب لنا فيه عتقا مني رانك فاحنا بنقول شوية رسال حلو قوي طيب احنا حنستقبل العيد حنعمل ايه في العيد العيد مظهر من مظاهر الفرح العيد مظهر من مظاهر التراحم العيد مظهر من مظاهر سلة الرحم العيد مظهر من مظاهر السعة والتوسعة على الاهل والجيران والاصدقاء اشتركوا في القناة